أصوات ضحايا الانتهاكات الممارسة من طرف ميليشيات البوليزاريو في مخيمات تندوف تتردد صداها في أروقة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف حضور قوي ومتميز لفعاليات حقوقية ومدنية من الأقاليم الجنوبية للمملكة في فعاليات الدورة الثالثة والخمسين للمجلس شكل مناسبة لإطلاق حملة للتحسيس بالوضع المأزوم في مخيمات تندوف وتداعيته الاجتماعية والإنسانية على الساكنة وفضح كافة أشكال التجاوزات التي تمارسها قيادة الجبهة الانفصالية في حق المحتجزين المتهدين ومن بينهما الناشط سالماء العينين السويد الذي يوجد قيد الاعتقال منذ الثلاثين من أبريل الماضي في سجن الذهبية على خلفية اعتراضه شاحنة ناشطة في عمليات تهريب المحروقات حضور متميز من الفعاليات المدنية القادمة من الأقاليم الجنوبية للدورة الثالثة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان وهذه المرة يتزال مع ذكر السبعين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان وبطبيعة حال مسؤوليتنا الأخلاقية أن نكون صوت لأولئك الذين لا صوت لهم وخاصة أننا عائدين من مخيمات تندوف ونعرف جيد الجحيم الذين يعوشون هنا اليوم في أرمقة المجلس الدولي لحقوق الإنسان نقوم بتحسيس المنتظم الدولي والفعاليات المدنية الحاضرة بما يقع في هذه الأيام في مخيمات تندوف تجاه مسمى قبل معين الذي يتعرض لأبشع أشكال القمع من طرف الميليشيات والبلطاجية تابوريزاليو وبالتالي نحن نحمل جزائر المسؤولية تجاه ما يجري في هذه المخيمات لأنها في النهاية هي الأمر والناهي في هذه المخيمات ونناشد منتظم الدولي والمفوض السامي لحقوق الإنسان والأمين العامل المتحدة لقد سيمت ساكنة مخيمات تندوف من الأعود والخطبات وهي في مثل حاجة تدخلكم العاجل والسريع لوضح حد لإماساتها ونطالب الضغط على الجزائر لإنخراط مع المنتظم الدولي في إيجاد حل سلمي واقعي وقابل للتنفيذ المفوضية السامية لحقوق الإنسان بجونيف أعربت عن قلقها من الوضع بالمخيمات بعد الإحاطة التي قدمها الناشط فاضل بريكا حول قضية اعتقال سالم السويد وسرده لتطورات ما يحصل ميدانيا من تعنيف ضد قبيلة السواعد سالماء العينين السويد الذي حاول فضح الفساد بعد محاصرته لشاحنة صهرجية متورطة في نهب وتهريب نصيب اللاجئين الصحراويين من المحروقات تم اعتقاله بطريقة تعسفية رفقة أخته عند مدخل مدينة تندوف اعتقال فاضح لفساد الجبهة الانفصالية زاد من اتساع دائرة الاحتقان داخل مخيمات تندوف حيث تتواصل لاحتجاجات المطالبة بإطلاق سراح الناشط وقبل أيام قليلة توجه نحو ستين فردا من قبيلة رقيبات سواعد من بينهم عشرون امرأة إلى الرابوني لتنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين للمطالبة بالإفراج عن ابن قبيلتهم وتوفير الحماية لهم من القمع والتنكيل الممارس عليهم من طرف البوليزاريو مطالبين أيضا بحقوقهم كلاجئين في التنقل والعمل بشكل خاص احتجاجات قوبلت بالقمع والعنف إذ سلطت من تسمى وزيرة داخلية الجبهة الانفصالية مسلحيها على المستضعفين الذين لا يملكون غير صوتهم وهم يعتصمون من أجل تنكيل بهم وأرسلتهم نساء ورجالا وحتى أطفالا وشيوخا إلى سجن الذهبية كما جندت أزيد من مئة بلطجي من معاونيها ومعارفها وحرضتهم على مداهمة منازل من تبقى من مناصر قضية سالم السويد والاعتداء عليهم في تجاوزات خطيرة طالب على إثرها شباب المخيمات الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان والجزائر بتحمل مسؤولياتهم والتدخل لوقف كل ما يقع داخل الربوني وفي كافة مخيمات تندوف